أهلا بكم مشاهدين الكرام أنا طاهر بركي أحييكم أقدم إليكم مقابلة خاصة من إسطنبول مع إيكنور رئيسة حزب الشعوب الديموقراطية الكردية في إسطنبول والمرشحة لعضوية البرلمان التركي في انتخابات عشرين ثلاثة وعشرين أهلا بك معنا أستاذ إيكنور في مقابلة خاصة على العربية أهلا بك سهلا شكرا جزيلا أبدأ وصورة عبدالله أجلان خلفنا بالعلاقة مع حزب العمال الكردستاني ندخل في ظلم الموضوع مباشرة نحن في الإعلام العربي عندما نتحدث عنكم نقول الذي يعتبر الجناح السياسي لحزب العمال الكردستاني أنتم ماذا تقولون علما أن الحزب مصنف إرهابيا وزعيمه مسجون حزب الشعوب الديمقراطي حزب يشكل الأكراد أغلبيته ولا شك أنه يولي اهتماما كبيرا للسيد عبدالله أجلان وكل من يمارس السياسة يعلم بأنه سيكون لأجلان دور محوري وتأثير كبير في حل المسألة الكردية غير أن حزب الشعوب الديمقراطي أي حزب الخضر اليساري باسمه الحالي حزب تركي يتكون من الأتراك والأكراد والاشتراكيين والعلويين والسنة ونحن لسنا بجناح سياسي لأجلان نحن حزب سياسي ديمقراطي تركي مستقل لديه برنامج سياسي يطالب بنظام ديمقراطي والمساواة للجميع ولكن الحكومة التركية تصنف حزب العمال الكردستاني إرهابيا والحكومة التركية تمثل الشعب تأتي على أثر انتخابات برلمانية ورئاسية وبالتالي أنتم تعارضون إرادة الشعب التركي في ذلك أليس كذلك؟ نحن نعلم بأن الأكرادة والشعب الكردي في تركيا ومنطقة الشرق الأوسط القريبة يناضلون للحفاظ على هويتهم وحقهم في البقاء ونرى أن حل المسألة الكردية سواء في تركيا أو في الجغرافيا القريبة سيكون ذات مغزا إذا تم بالوسائل والأسليب الديمقراطية والمفاوضات مع مخاطبها الحقيقيين يعني مع المؤسسات التي تدافع عن حقوق الأكراد والآن تتبع الحكومة التركية سياسة الصراع في حل المسألة الكردية للحفاظ على سلطتها وصونها ونحن نرى أن هذا النهج ليس بصحيح والسبيل الصحيح إنما يكمن في الأسلوب الديمقراطي والسلمي وهو من سيأخذ بأيدينا إلى الأيام الجميلة وليست السياسة لذلك لا نتحدث بنفس المفاهيم نحن نرى المسألة الكردية مسألة واقعية ينبغي الإقدام على خطوات لحلها الأكراد موجودون في تركيا والشرق الأوسط وكذلك الشعب الكردية نحن نقول بضرورة أن يعيشوا في تلك البلدان في ظل نظام ديمقراطي استقلالي قائم على المساوات وأن يكون الأكراد هم من يقررون ذلك ونرفض وصف الحكومات لحزب العمال الكردستاني بأنه تنظيم إرهابي ولا نقر به هنا أريد أن أذكركم بأن مفهوم الإرهاب والإرهابيين في هذه الجغرافيا إنما استعملت بوصفها سياسة صدرت من الولايات المتحدة الأمريكية أتذكرون عقب الهجمات على برجات التجارة العالمية في الحادي عشر من سبتمبر قامت إدارة بوش بتصدير مفهوم سياسي إلى العالم فوصم كل من يناهض الأنظمة والسلطات بوصم الإرهاب تحت مسمى مفهوم الأمن الوقائي ولا يمكن لأي قضية أن تحل بهذه الطريقة ولا يمكن للقضية الكردية أن تحل بهذه المفاهيم نحن مع الديمقراطية والعدالة والمساوات اضافة إلى عبد الله أجلان في السورة هناك أحد قياداتكم الكبيرة في السجن وهو صلاح دمرتاش وكان مرشح في الانتخابات الرئاسية السابقة من السجن لكن هذه المرة اختار الهزب لا يرشح أحدا ومن ثم دعمتم كمالك رجدار أغلو أولا لماذا لم تختاروا اسما خاص بكم للرئاسة؟ نحن نطالب بتغيير النظام في تركيا لا تغيير شخص واحد فقط بل تغيير النظام برمته بل تخلينا عن طرح مرشح للرئاسة واتخذنا هذا القرار بعد الزلزال لأن دعم أي ممثل قوي يمتلك قوة تغيير النظام حيال أردوغان من شأنه أن يزيد فرص تغيير النظام كان قرارنا قرارا استراتيجيا وما دعمنا لكمالك رجدار أغلو إلا لتغيير نظام أردوغان ونظام القصر والتحول إلى الخطوة الأولى نحو نظام ديمقراطي هل صحيح أنك رجدار أغلو مقابل ذلك وعدكم بحزمة وعود لينفذها إن دعمتموه للرئاسة وما هي؟ لا يوجد بيننا أي تفاهم مكتوب لقد صرحنا بأرائنا من قبل للرأي العام نطالب بنظام ديمقراطي لتركيا والقضاء على الفقر وحل المسألة الكردية والعدالة نحن لا نساوم أحدا ونحن من سنحقق ذلك لكن لابد من تمهيد الطريق لذلك وتغيير النظام ولا شيء بين أيدينا لا تفاهم مع أي شخص وراء الكواليس لقد قلنا ما نهدف إليه أمام الجماهير ورأي العام وبكل صراحة وشفافية وسنواصل ذلك ولكن هو يقول أنه سيطلق صراح صلاح الدين دمرتاش وعثمان كفالا أيضا المتهم بالتوارض بانقلاب أو محاولة انقلاب 2016 ويقال أيضا بأنه من الوعود التي قدمت إليكم حل القضية الكردية وأنه وقع من المعلومات غير المؤكدة أنه وقع لكم على ورقة بأنه سينفذ هذه الوعود لكم إن دعمتموه للرئاسة لا لا يوجد شيء من هذا القبيل ينبغي إطلاق صراح صلاح الدين دمرتاش وعثمان كفالا لأن محاكم حقوق الإنسان الأوروبية بما في ذلك المحاكم التركية اتخذت قرارات عدة بشأن إخلاء سبيل صلاح الدين دمرتاش وكفالا من السجن فلو تم تنفيذ القانون لأخلي سبيلهما ولا يلزم أحد بتقديم أي تعهد لنا في ذلك ولا صحة لأي خبر في هذا السياق نريد أن يعلم ذلك نحن نرى أنه إن تم رفع ضغوط أردوغان عن القانون فستكون النتائج وفق القانون حتما قلت لنا تختم قرارا استراتيجيا في الحزب بدعمه دون أي وعود أي قرار استراتيجي يمكن لحزب بوزنكم الحالي الشعبي والبرلماني أي قرار استراتيجي يمكن أن يتخذه بدون أن يتلقى ضمانات أو وعود خاصة وأن قضيتكم شائكة ومعقدة مع الدولة التركية نحن لسنا بحزب يتحرك بالوعود نحن نثق بالشعب ونثق بنضالنا وكفاحنا بذلك وصلنا إلى أيامنا هذه وسندخل البرلمان في هذه الانتخابات باسم حزب الخضر اليساري وبفضل ثقة لنسبة أعضائنا في البرلمان وتأزوره مع الشعب والنضال الديمقراطي سينفتح باب التغيير في تركيا نحن لا نمارس السياسة اتكالا على الأشخاص ولا على وعودهم نحن نثق بالشعب وببرنامجنا وسياستنا تركيا اليوم على مشارف التغيير تركيا ستتغير سيتغير النظام والبيئة السياسية وسيجلب ذلك الليونة والانشراحة والسلمة إلى ربوع تركيا والشرق الأوسط وكذلك في علاقاتنا مع أوروبا والعالم نحن لا نثق إلا بأنفسنا ولا حاجة لنا إلى التفاهمات والاتفاقيات وسنبقى معارضين لأي خطأ يصدر من أي لاعب سياسي فبرنامجنا واضح وصريح وكذلك أقوالنا وسنبقى نواصل مطالبنا في الديمقراطية ونضالنا من أجلها سواء في البرلمان أو في الحياة الاجتماعية وسنواصل نضالنا من أجل هذا الشعب ولكنكم تدعمون قيادياً في حزب الشعب الجمهوري هل نسي حزب الشعوب الديمقراطي الكردي العمليات العسكرية التي كنتم تسمونها بالمجازر التي خاضها حزب الشعب الجمهوري عندما كان يسيطر على السلطة ومنها مجزر الدرسيم نحن لا ندعم حزب الشعب الجمهوري بل ندعم ترشح كمال كليشدار أوغلو للرئاسة هذان أمران مختلفان ولا نتخذ البرنامج السياسي لتحالف الأمة مرجعية لنا بل نتخذ برنامجنا السياسي مرجعية طبعاً لم ننسى مجزر الدرسيم وزيلان وكذلك مجزر تروبوسكي والمجازر الأخرى وها هي الصفحة السوداء لتاريخ تركيا الجمهورية تتم مئويتها الأولى وتتجه إلى المئوية الثانية نقول ونحن نتجه إلى المئوية الثانية بضرورة مواجهة هذا التاريخ الأسود ونخلق دولة لا ترتكب فيها أمثال هذه المجازر ولأجل ذلك لا نتكل على أحد بل على الشعب وأنفسنا نحن لسنا بحزب صغير نحن حزب التغيير في الوقت ذاته ونقول للمجتمع التركي والشعب الكردي والأصحاب العقائد من المسلمين والعلويين والسنة والأرمن والنصارى لا يمكن إلباس قميس ذي لون واحد لهذا البلد نحن بحاجة إلى نظام تعددي سلمي يعانق الألوان كلها ونحن عنوان ذلك أي حزب الشعب الديمقراطي باسمه القديم وحزب الخضر اليسري باسمه الجديد نحن حزب لا يثق إلا ببرنامجه ونضاله وأضيف هناك ألاف من السياسيين الأكراد يقبعون في السجون بسبب هذا النظام الحاكم وبالتالي ينبغي لهذا النظام أن يتغير تركيا ستتغير وسننطلق بمسيرتنا لأجل مجتمع مستقر وهادئ لا مجتمع خائف وفقير يهدد بالحرب وقطعا سيبدأ التغيير يبدو أن البعض يشير إلى أن مشاركتكم في دعم كليتشدار أوغلو قد تبعد عنه بعض القوميين مثل جماعة ميرال أكشنر أو حتى بعض القوميين في حزب الشعب الجمهوري نفسه إلى أي مدى تعتقدين بأن هذا صحيح وأنكم درستم ذلك بالفعل يبدو وفق بعض المؤشرات أن حزب العدالة والتنمية يراهن على ذلك الآن في الواقع لدينا تحالف وهو تحالف العمل والحرية وهناك تحالف الأمة يجمع كليتشدار أوغلو وأكشنار وتمال كرام لأوغلو تحالفنا مختلف اتخذنا قرارا بدعم كليتشدار أوغلو بهدف تغيير النظام ولسنا جزءا من تحالف الأمة نحن نمارس السياسة ونرعى استراتيجية بإرادتنا الحرة والمستقلة أما التحالف الثاني تحالف الأمة فشأن كليتشدار أوغلو وأكشنار وكرام لأوغلو نحن اتخذنا قرارا استراتيجيا لصالح تركيا ولم نسأل أحدا ولم نفكر إن كانوا يقرون بذلك أم لا وهذا هو الصحيح وسننفذ هذا القرار الذي اتخذناه ينبغي للسياسيين في تركيا أن يكونوا شجعانا وهذا ما نقوله للجميع ينبغي أن يكونوا شجعانا لحل قضايا تركيا عليهم أن يكونوا صراحاء في حل القضية الكردية دون اللجوء إلى صراع وعلى الجميع أن يقبل بالحل السلمي وبوسائل ديمقراطية في البرلمان وفي جميع مجالات المجتمع وأن تدخل تركيا في مصار أفضل فشعبنا تعب تعب من الفقر ومن الحرب والصراع المتواصل في هذا البلد الجنة في هذا البلد أتراك وأكراد وعرب وسريان وعلويون وأرمن على الجميع أن يتقبل هذه الحقيقة ويطور نظاما قانونيا ومفهوما وفق ذلك على هذه البلاد أن تفتح هذه الأبواب وتبني حياة اجتماعية أفضل التغيير على الأبواب وعندما يتحقق هذا التغيير سيعود خيره على الجميع تحدثت عن تحالفكم الخاص وهو تحالف العمل والحرية المرشح بقوة إلى البرلمان في البرلمان السابق لديكم 11.7% من هذا البرلمان يعني إلى ما تطمحون في البرلمان الجديد في انتخابات عشرين وثلاثة وعشرين ما هي حساباتكم؟ كم مقعد أو كم نسبة في داخل البرلمان؟ البرلمان التركي يضم ستمائة نائب ويتكون من تحالف الجمهور وتحالف الأمة وتحالف العمل والحرية ونحن نريد أن ندخل البرلمان بمائة نائب لأننا سنكون في دور محورية وسنكون قوة رئيسة تنفذ ما نقوله وتدفع تركيا إلى التغيير إذن أنتم تطمحون إلى نحو ثلاثة وثلاثين مقعدا إضافيا عن المقاعد الحالية التي تملكونها إردوغان ألم يعزز الحقوق الكردية كما يقول الإعلام العالمي قبل المتعاطف معه ألم يمنح حقوقا في اللغة وممارسة الشعائر والتقاليد والاحتفالات ما لم يفعله معكم أي رئيس في السابق لماذا لا تعزون الفضل له في هذا الإطار بل تستمرون في معارضته وتريدون إسقاطه حاليا ما هي الحقوق التي منحها؟ إن ممارسة الشعب للغته ورفع الضغوط عنها ليس بمنح لحق هناك نحو ثلاثين مليون كردية ينبغي أن نسأل أردوغان الذي يتبجح بأنه منح الأكراد حق ممارسة لغتهم إنه ينزل اللوحات المكتوبة باللغة الكردية تلك اللوحات التي سمح بها في فترة الحل السلمي يزج بالسياسيين الأكراد بالسجون وكل من يمكن أن يمثل الأكراد يقبع في السجون أردوغان ينظر إلى الكردي الذي يقف معه ويؤيده نظرة حسنة ويصف الكردي الذي يطالب بالحرية بالإرهابية ما هي الحقوق التي منحها؟ انظروا إلى القناة الكردية التي يسمونها تي أرتي شاشة تابعوها نصف ساعة وسيتبين أهي حق أم ظلم ويرى الظلم الممارس على الأكراد مناسبا ولائقا ويرى قصما من الأكراد إرهابيين يدعي منح الأكراد حقهم عبر ضرب الأكراد ببعضهم وضعوا قيما في جميع بلدياتنا ما هي الحقوق التي منحها؟ الشعب يختار رؤساء بلدياتهم ثم يأتون ويعزلونهم ويضعون قيما مكانهم دون استصدار أي قرار من المحاكم هناك عشرة الألاف من السياسيين الأكراد يقبعون في السجون ومثلهم في المنفى في أوروبا والشرق الأوسط عن أي حق يتحدث وأي حق يمكن أن يكون أكثر طبيعية من ممارسة الإنسان للغته الأمة وهذا الحق ليس بمنا ولا شيء هناك من الإقرار بالإرادة السياسية للأكراد وتعديلات تمنح الأكراد حق المساواة وحق الأكراد في التعليم بلغتهم وينظرون إلى هذه الأمور على أنها فعاليات ونشاطات إرهابية ما هي الحقوق التي منحها أردوغان للأكراد؟ وإن كان هناك حق منح للأكراد فإنما حصلوا عليه بفضل نضالهم وليس بمنة من أحد قدموا تضحيات كبيرة من أجل نيله ولا يزالون يقدمون الحق لا يمنح بمنة من الأشخاص ولا يوجد مثيل لذلك في التاريخ أستاذ إكنور رئيسة حزب الشعوب الديمقراطي الكردي في استبول شكرا جزيلا لوجودك معنا في هذه المقابلة الخاصة على شاشة العربية أشكركم أيضا ينبغي أن يسود العالم العربي الأمن والأمان والهدوء وجميع الشعوب التي تتابع قناتكم العربية والجغرافية التي نعيش فيها نحن لا نستحق الحياة السيئة والصراع والأمور التي تخرجنا من الإنسانية نحن شعوب حرة نعيش بكرامة ومرفوع الرأس أنا على ثقة بأن هذه الانتخابات ستفتح لنا أبواب التغيير وأتمنى لشعوب الشرق الأوسط أن تستخرج لنفسها حظا من هذا النصر الذي سنحرزه أحيي الجميع ونحن نتمنى ذلك أيضا شكرا جزيلا للمرة جديدة لوجودك معنا شاهدين الكرام هكذا نكون وإذن قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة هذه المقابلة الخاصة من إسطنبول مع رئيسة حزب الشعوب الديمقراطي الكردي في إسطنبول إيك نوروان مرشحة للانتخابات البرلمانية التركية في اتخابات 2023 شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات ترجمة نانسي قنقر